موسيقى يمكن أن نكون نحن ناطقين باللغة العربية الوحيدين على مستوى العالم اللي منقول أنه الدول تبنى بالأخلاق والحضارات والمستقبل وكل شيء يبنى بالأخلاق طبعاً إذا هو واحد يقول لك هذا الكلام تقول له شو دليلك يعني عن الموضوع بيقول لك في أشعار لأمير الشعراء أحمد شوقي يعني هل يعقل أنه أنا وأنت وفلان وعلان أفهم من أمير الشعراء أحمد شوقي هو اللي قال وإنما الأمم والأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاق وهم ذهبوا هم ملاحظة أنه ما بقيت هون بتجي بمعنى ما بمعنى طالما يعني طالما بقيت الأخلاق الأمم بقيانة فإذا ذهبت أخلاق ذهبوا يعني بمعنى انقرضوا وإذا أصيب القوم وفي أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلة كمان أحمد شوقي يعني إنه إذا شفت ناس انصابت أخلاقه رأساً جيب صيوان ومد كراسي وحط قهوة مرة وشريط قرآن وإنه بيجوا ناس بيعزوك وإنه ليش بقولوا الله هدول القوم وصيبوا بأخلاقهم فمننا نعمل عليهم مأتم وعويل العويل يعني بكاء شديد يعني هيك صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقويم النفس في الأخلاق تستقيمي هذا الكلام هو كلام عام وأنا برأيي فارغ من المضمون لأنه هو عبي قيمه على شيء اسمه الأخلاق وهذه الأخلاق غير متفق عليها في المجتمعات تبعنا يعني أنت إذا بتقول من الأخلاق الحميدة إنه أنا إذا أبوي أمي كبروا وأنا دير بالي عليهم وأخذهم على المستشفيات وأخذهم على الدكاترة وإذا واحي عنده بده يغير الكلية تبعه وأنا بروح بجبله بشتري له كلية بيحب داري وبشتري له كلية هذا كلها أخلاق يعني نحن ربيانين عليها لكن في حدا تاني بيقول لك هاي أخلاق غلط يعني مثلا إمام الدعاة الشيخ متولي شعراوي يقلو فيديو شهير خطبة بيقلو للمصلين إنه الراجل العيان أنت تجي تحط له يعني مصلات وشرطان ومعرف إيش هاي في المستشفى وخراطيم ونرابيش وجهاز ضغط وجهاز قياس النبض ليه أنت مش عايزه الراجل ده يقابل ربنا سيبه يموت يا أخي بالحرف الواحد يعني لا ما أنا فيها أنه هو أخلاق وسمحت له لما مرض وخاف من الموت لأن الموت برعب يعني إذا غيرك مات ما عندك مشكلة ولكن أنت فراح تعالج في أوروبا يعني في بريطانيا تحديدا يعني ما أنا فيها حتى لو ما راح بس يعني أنت ترك الناس يعني يقوم بواجبهم تجاه آباؤن وإمهاتن من الأخلاق إنك أنت إذا أمك بتحب الحلو الجبلة حلو يعني مشبك شعبيات هريسة هي اللي بتحبهم الجبلة هنا لكن إذا معها سكر ليس من الأخلاق إنك تجبلها بتأتلها للمخلوقة يعني فيعني وبعدين أنه أحمد شوقي نفسه بيقول لك قوم للمعلم أوفيه التبجيل لك هذا المعلم أن يكون رسوله طيب ليش بعدين بيقول لك ما هو حدا تاني من علمني حرفا كنت أقول له عبدا أنا معلش أنه ندرك أهمية العلم لألم الممنيح بس هذا الزلم يعني أخذ راتب بالمعلم وأنا يصير عبد أقول له فشر يعني كيف أنا بصير عبد يعني أخذ راتب الزلم بيحترمه مثل أي إنسان آخر يعني أما والله بصير أقول له عبد وفيه التبجيل أليس توفيه التبجيل مرحبا أستاذ كيف أكون بمشي يعني وكاد أن يكون رسول شو الحكي هذا يعني 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 معلش يخلينا يعني هذا الحقيقة الحقيقة هذا بيشبه إمام الجامع لما بيكون في صلاة الجمعة واقف وعم يخطب ومن جملة ما بيخطب بأنه ليش يا أخوان نحن صرنا في آخر الأمم وليش تخلفنا بيقول له ليش بيقول له لأنه تخليتم عن دينكم يعني أنتو لو مسكتوا دينكم صح ما كان صار فينا هاي فالمفروض كان وقت اللي هو طالع يعني ما قدام الناس وهو طالع من المسجدين مشي واحد جنبه يقول له شيخي شلون نحن تخلينا عن ديننا لو ما تخلينا عن ديننا ما منجع الصلاة ولا منسمع خطبتك لو كنا ملحدين يعني ما منجع لهون بعدين أنت عاي تقول لنا بتتهمنا أنه نحن سبب التخلف طيب أنت بدل ما تتهمنا أعطينا رأيك أنه كيف لازم نتقدم قدم رأيك للمجتمع وقلنا ولكل الناس أنه أنا برأيي أنه تخلفنا كذا نرجع لدينا طيب أنا نسخة من ديننا من نرجع لليش الإسلام نسخة وحدة في عدد كبير من النسخ في كل مجموعة ناس مقتنعين بنسخة معينة ولذلك وقال لك كيف أنت بتفسر أنه وجود شياع ومذاهب وحتى ضمن المذاهب الواحد هذول من التبعين الصوفية وهذول النقشبندية وهذول يعني ما في نسخة وحدة نتبع وهذول وهابيين وهذول معتدلين وهذول جماعة شحرور وهذول قرآنيين وهذول يعني في مع احترامي للجميع أنا ما عب دين حدا ولكن أنه نرجع لديننا أنا ودين يعني حكوه معنا كلام محدد يعني حتى حتى الشيخ الإمام محمد عبدو لم ينجو من هذه المعضلة لأنه يحكي كلام ما له تفسير أو ما محدد يعني وقت اللي راح سنة 1881 على باريس وقعد فترة هنا رجع ما قال لهم أنه هذول الناس كيف تطوروا تعالوا نعمل مثلهم قال كلامي يعني يعتبر صفحكي قال لهم أنا في الغرب رأيته إسلاما ولم أرى مسلمين وعدت إلى هنا فرأيته مسلمين ولم أرى إسلاما مو صحيح هذا الحكي يعني اللي شافه في الغرب من تطور عمراني وشوارع وقطارات وسيارات وطائرات نفاسة كله لم يصنع بتأثير أي دين لا إسلام ولا يهودية ولا مسيحية كله صنع بالعلم فأين وجدت الإسلام في هذا في المعاملة الناس قاعدين يوقفين على الدور وصف صافين على الدور على القطارات انت شفت هون عندنا ناس يصفوا على الدور اللي بيطلعوا للطوابق وفوق بعضهم بعدين هون في مصر ما لقيت مسلم بإسلام لا هون الإسلام وهون المسلمين فعلا يعني يعني كلام متناقض فعلا ما احترامنا محترامنا لمحمد عبد المفروض يكون يعني أنا برأيي منفروض كان يكون غير هيك بنرجع هلأ لنظرية أحمد شوقي في أنه الأخلاق هي اللي بتصنع الدول يعني بناخد مثال الأخلاق أنت إذا جيت على إشارة مرور طبعا على زمان الأنبياء ما كان في إشارات مرور عم نحكي هلأ لأنه المجتمعات تطورت أنه الأخلاق تقتضي أن تقف حتى تشهل الإشارة الخضرة وتطلع فإذا أنت لا سمح الله يعني أو بعيد من قبال يعدي من الأخلاق ما كسنة بتمشي وخاصة إذا كنت مدعوم يعني بتروب لك مثال في حلب في سنة من السنين يمكن أيام حافظ الأسد على ما أعتقد أو بعده والله ما بعرف المهم فيه شيخ مدعوم من السلطة من رئيس الجمهورية يعني ابنه عنده يك نزعت عن جهية أنه أنا مدعوم فراكب سيارته وصل على تقاطر طريقين في حلب يعني وشاف الإشارة حمراء سحب ظل ماشي صفر له الشرطي راح وقف على اليمين نزل بدان ما يقوله للشرطي أنه أنا منسيت أو سهوت أو كذا رأسا شان طرقه بالكف للشرطي الشرطي طبعا مد بده يضربه كف تاني دافعا حاله ما خليه يضربه لكن ما سرجه هو يضربه قال هذا طالما عبي مد إيده علي وأنا رجل دولي يعني رجل أقوم بواجبي الوظيفة فأكيد هذا شغلي يعني ما بنعلق معه فهذا بده يضربه ممكن يسرحوني ممكن يعني يحبسوني ويخسر لئمة أولادي فاكتفى بالدفاع عن نفسه لبعد ما هدا كان قلع راح اجوا ناس قالوا له يا أخي روح شتك يعني يعني أنت يعني أهانك من عادة أنه ما حسيني ضربه غير مرة بس هو أهانك وخالف القانون والبلد فيها قانون روح شتك يفرح شتك ما تركوا وسيلة ابن الشيخ والشيخ والجماعة تبعهم كلها إلا ضغطوا فيها على الشرطي حتى بالأخير وهذاك هربان أنه بينما تمضى القصة لما مضت القصة وأجبروا أو أحرجوا للشرطي وخلوا يسقط حقه فهذا الرجل رجاء عاد يمشي في في رزق عباد الله مرفوع القامة يمشي منتصب القامة يمشي مرفوع الهامة وبراءة الأطفال في عينيه على أولي بن الزار يعني خالف القانون وضرب شرطي وعمل كذا وما أحد قال له شي هذا عنه إذا بيجي نضرب مثال ما حصل لكن منفترضه افتراض إذا بيجي ابن أولاف شولتس في ألمانيا وبيقطع طري وبيصفر له الشرطي بيقول له للشرطي يعرف ما منا بتحكي أنا ابن أولاف شولتس وبيضربه للشرطي بيتعاقب على ثلاث أمور أول شي على الإشارة من القانون سير هاي حكمة لحالة وسحب شهادة وإلى آخره أو تنقيص نقاط أو إلى آخره وبدأ يتعاقب لأنه ذكر اسم أبو في مكان ما بجوز ينذكر فيه لأنه ليس متداولا في هذه البلاد أنه تقول أنا ابن فلان وعلان حتى علم الأنساب كله ما سمعني فيه الجماعة علم الأنساب هون غير معروف أطلاقهم وبعدين بيتعاقب كمان لأنه ضرب مو ضرب لأنه شرطي فيه الضرب الشرطي مزدوجة بس أي إنسان ما بجوز يضربه ما بتشوف هون انت ماشي في الشوارع واحد عبدرقوا واحد هاي الشغلة نادرة الحصول إذا حصلت بطلعوا اللي عبدرقوا بعضهم مو ألمان الفقرة الأخيرة اللي بدي حكي فيها هي إنه هون في بلاد أوروبا التقدم لا يستند إلى الأخلاق نهائيا اللي حصل التقدم لا يستند إلى الأخلاق نهائيا يستند إلى العلم والتكنولوجيا والنظام والتداول السلمي للسلطة نحن عندنا ما في تداول السلمي للسلطة على فكرة لا عند النظام ولا عند اللي استلموا في بعض المناطق اللي خرجت عن النظام عند النظام أتى الربع الشعب وما كان يترك تداول السلمي للسلطة ما فيه وفي مناطق اللي سولوا عليها بعض الجماعات الإسلامية ما بيترك إذا بينفرم يعني ولا بزهنه إنه أنا استلمت خلاص استلمت اللي بعرض اللي بعرضه بيصفي فهني عندهم تداول السلمي للسلطة وعندهم كمان المرأة ما حدا ما في عندهم قضية هلأ ما عاد كانس أبي قال لله هلأ ما عاد عندهم قضية إنه المرأة بتشتغل ما تشتغل تلبس ما تلبس تطلع ما تطلع تسبح ما تسبح ما موجود هاي القضية أبدا المرأة مواطنة متل ما هو مواطن وما حدا جايب السيرين وزا بتحكي مع الألماني بالشرف وبالعرض وبالأخلاق وبالسلايف كيف بيحكوا عن بعضهم وكيد العوازل وما بار هدو ما يفهموا عليك بيقول لك بأي لغة أنت عبتحكي حتى لو ترجع بتقول لك نحن هذا هاي الأشياء ما موجودة عندنا نحن عنا شغل عمل علم تقدم حرية حقوق الإنسان هاي هذا الموجود عندهم فنحن يعني مشكلتنا عويصة لسبب أنه اللي بيقولوننا كلام ما بيفسروننا هو ونحن بناخد كلامهم ونظل ماشي ونحفظه كمان ونردده يعني هذا العصر الحالي يعني يمكن حل قسم كبير من المشكلة أنه نحن أي واحد إلنا كلام فينا نرجع عبر جوجل وعبر الانترنت والاتصالات ونرجع نتأكد ممكن يكون كثير عناس عم يغشونها ويا ما غشونها على فكرة يا ما غشونها والخروج من هذا يكون الطريق السالك المعروف يعني مثل ما هدوا تطوروا إحنا نتطور إذا أنت نفكر تخترع العجلة وتطالع طرق للتطور والخروج من التخلف غير اللي تقدموا فيها الناس بتكون أنت عم تأدي إلى مزيد من التخلف ومزيد من الضحايا والخراب في بلدك ترجمة نانسي قنقر